موسيقى 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 والحسين هو الابن الثاني لعلي وفاطمة بعد الحسن وبعد مولد الحسين أتي به إلى النبي محمد وأذن في أذنيه بالصلاة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عنه بكبش كما فعل مع أخيه الحسن وبعد ولادته كان علي بن أبي طالب يريد تسميته حربا فسماه النبي حسينا فعن علي رضي الله عنه قال لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو حسن فلما ولد الحسين قال أروني ابني ما سميتموه قلت سميته حربا قال بل هو حسين فلما ولد الثالث جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر كما أنه قد قيل أن الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الجنة لم يكون في الجاهلية كما أن السيدة فاقمة الزهراء كانت تحلق شعر أبنائها في اليوم السابع من ولادتهم وتتصدق بوزن الشعر فضة على المساكين وأهل الصفة وقد نشأ الحسين مع أخيه الحسن في بيت علي بن أبي طالب في المدينة المنورة وكان الاثنان مقربين للغاية من جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يأخذهما معه دائما إلى المسجد النبوي فكان إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أراد أن يرفع رأسه أخذهما بيده فوضعهما وضعا رفيقا فإذا عاد عاد حتى صلى النبي صلاته ووضعه واحدا على فخذ والآخر على الفخذ الأخرى كما كان يركبهما بغلته الشهباء أحدهما أمامه والآخر خلفه وكان يقول هذاني ابناي وابنا ابنتي اللهم إنك تعلم أني أحبهما فأحبهما وكان إذا سمع الحسين يبكي قال لأمه ألم تعلم أن بكاءه يؤذيني كان الحسين أحد الذين حضروا مباهلة نصارى نجران وهو صغير حيث أخذ النبي بيد فاطمة والحسن والحسين للمباهلة وقال هؤلاء ابني الحسين في عهد الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر الصديق كان الحسين لا يزال صغيرا لا يتجاوز عمره الثمان سنوات أما في عهد عمر بن الخطاب فكان عمر يتعامل مع الحسن والحسين بإجلال كبير فهما حفيد رسول الله وصاحبيه فقد جعل لهما نصيبا من الغنائم في الغزوات والمعارك المختلفة في عهده فعند فتح اليمن وصل إلى الخليفة عمر بن الخطاب حلل من وشي اليمن فوزعها على المسلمين ثم أرسل إلى عامله على اليمن أن يرسل له حلتين فأرسلهما إليه فكساهما للحسن والحسين كما جعل عمر بن الخطاب عطاءه للحسن والحسين من الغزوات والفتوحات مثل عطاء أبيهما علي بن أبي طالب وألحقهما بفريضة أهل بدر وهي كانت خمسة آلاف دينار وفي الوقت الذي دون عمر بن الخطاب الدواوين بدأ بالحسن والحسين فملأ حجرهما من المال فقال له ابن عمر تقدمهما علي ولي صحبة وهجرة دونهما فقال عمر اسكت لا أم لك أبوهما خير من أبيك وأمهما خير من أمك في عهد عثمان بن عفان مع بداية خلافة عثمان بن عفان كان الحسين في سن الشباب فالتحق بالجيش والجهاد في سبيل الله وفي الوقت الذي سار فيه عقبة بن نافع إلى إفريقية لفتحها كانت اعداد جيشه عشرة آلاف فقط ولم يستطع فتحها وصالح أهلها على مال يؤدونه ثم طلب عبد الله بن أبي السرح الإذن من الخليفة عثمان بن عفان لأن يذهب لفتح إفريقية وطلب منه أن يمده بجيش من المدينة فأرسل له عثمان جيشا فيه عبد الله بن عباس والحارث بن الحكم وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب والحسن والحسين وتمكنوا من فتحها في النهاية في العام السادس أو السابع والعشرين من الهجرة النبوية وكان الحسين في الثالثة والعشرين من عمره آنذاك وبعد ثلاث سنوات أي في العام الثالثين من الهجرة غز الحسن والحسين وابن عباس طبرستان تحت قيادة سعيد بن العاص فلما وصلوا إليها فتحوها فكان جيش سعيد بن العاص فيه مجموعة من أخيار شباب المسلمين وهم الحسن والحسين والعبادلة الأربعة وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن العاص وحذيفة بن اليمان وكذلك عدد كبير من الصحابة فسار بهم فمر على بلدان شتى يصالحونه على أموال جزيلة في عهد الخليفة علي بن أبي طالب كان علي بن أبي طالب يقيم في المدينة المنورة هو وأبنائه إلى أن تمت مبايعته بالخلافة وقرر علي الذهاب إلى العراق فعزم أمره وخرج إلى الكوفة فخرج معه الحسين وأخيه الحسن حتى وصلوا إلى الكوفة ولكن كان لا يزال لم يأخذ خطوة نحو القصاص لمقتل الخليفة السابق عثمان بن عفان وكان هذا التباطل في الأخذ بالثأر لا يرتضيه عدد من الصحابة مثل عبد الله بن الزبير وطلحة بن عبيد الله كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تطالب بالإسراع في أخذ السأر وعندما أخر علي بن أبي طالب أخذ السأر طالب كل من ابن الزبير وطلحة والسيدة عائشة بذلك وخرجوا إلى البصرة فخرج علي ومن معه للقائهم في البصرة وقد كان الحسين والحسن على مسيرة جيش علي بن أبي طالب في معركة الجمل وبعد عام واحد من موقعة الجمل حدثت معركة صفين حيث أن معاوية بن أبي صفيان قد أبى مبايعة علي بن أبي طالب حتى يأخذ بالثأر من قتلة عثمان بن عفان وكان علي بن أبي طالب وقتها يرى التريث في الأمر فقتلة عثمان كانوا ذوي قوة ومنتشرين في العديد من الأمصار كما حضر الحسين معركة صفين وقتال الخوارج في معركة النهروان بينما جاء في نهج البلاغة رواية تقول إن علي منع الحسن والحسين من المشاركة في المعارك وقال أملك عني هذين الغلامين لألا ينقطع بهما نسل رسول الله قتل علي بن أبي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم حيث ضربه أثناء الصلاة بسيف مسموم ثم حمل على الأكتاف إلى بيته وقال أبصروا ضاربي أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي ونهى عن تكبيله بالأصفاد وتعذيبه وجيء له بالأطباء الذين عجزوا عن معالجته فلما علم علي أنه ميت قام بكتابة وصيته كما ورد في مقاتل الطالبيين وقد ظل السم يسري في جسد علي بن أبي طالب إلى أن توفي بعد ثلاثة أيام في ليلة الواحد والعشرين من رمضان عام أربعين من الهجرة عن عمر يناهز الأربعة وستين عاما وبعد مماته تولى عبد الله بن جعفر والحسن والحسين غسل جثمانه وتجهيزه وصلى عليه الحسن وهناك بعض الأقوال التي تذهب إلى أن الحسين لم يكن موجودا بالكوفة حينما قتل أبوه إنما كان في معسكر النخيلة قائدا لفرقة من الجيش فأرسل الحسن رسولا إليه ليخبره فعاد من فوره إلى الكوفة في عهد الحسن بن علي بن أبي طالب بيع الحسن بن علي للخلافة بعد مقتل أبيه وذلك بعدما اختاره أغلبية المسلمين فهو الأجدر والأحق بالخلافة وكان الحسين معاونا لأخيه الحسن في بيعته وقد تمت البيعة في رمضان في العام الأربعين من الهجرة النبوية وفي ذلك الوقت حدث اعتراض من معاوية وطالب هو بالخلافة ولأجل حقن دماء المسلمين وحرص الحسن على عدم إراقة المزيد من الدماء تنازل عن الخلافة في النهاية لمعاوية بن أبي سفيان وعلى الرغم من أن الحسين لم يكن راضيا عن تنازل الحسن وعقد الصلح مع معاوية إلا أنه التزم بالصلح ولم يعارض الحسن وقد حدث الصلح مع معاوية بن أبي سفيان في العام الواحد والأربعين من الهجرة وأطلق على هذا العام عام الجماعة وقد واجه الحسين المعارضين للصلح بالوقوف مع خيار أخيه الحسن فلما أبرم أمر الصلح ذهب عدين بن حاتم ومعه عبيدة بن عمر إلى الإمام الحسين وقلبه يلتهب نارا فدع الإمام إلى إثارة الحرب قائلا يا أبا عبد الله شريتم الذل بالعز وقبلتم القليل وتركتم الكثير أطعنا اليوم وعصنا الدهر دعي الحسن وما رأى من هذا الصلح واجبع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرها وولني وصاحبي هذا المقدمة فرد عليه الحسين قائلا إنا قد بايعنا وعهدنا ولا سبيل لنقد بيعتنا في عهد معاوية بن أبي سفيان بعد إبرام الصلح مع معاوية ترك الحسن والحسين الكوفة ورجع إلى المدينة المنورة واستقر بها وكانت زعامة بني هاشم عند الحسن وكانت الرسائل والكتب تأتي إلى الحسن من العراق تطلب أن ينصروه مرة أخرى ويرفضها ويلقيها في الماء فسألته جاريته عن هذه الكتب فقال من أهل العراق من قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل أما إني لست أخشاهم على نفسي ولكني أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين وقبل وفاة الحسن مرض فدخل عليه الحسين وقال له يا أبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة وعلى جديك النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلى أعمامك حمزة وجعفر رضي الله عنهم وعلى أخوالك القاسم الطيب ومطهر وإبراهيم وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب فقال له الحسن يا أخي إني أدخل في أمر من أمر الله لم أدخل مثله وأرى خلقا من خلق الله لم أرى مثله قد فبكى الحسين وقبل وفاة الحسن بقليل أوصل حسين أن يدفنه في حجرة عائشة مع النبي وقال اتفني عند أبي وهو يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل وصيته بقوله إلا أن تخاف الدماء فاتفني في مقابر المسلمين ولما التمسوا من السيدة عائشة أن يدفن الحسن في حجرتها قالت نعم وكرامة ولكن منعهم من ذلك وقتها مروان بن الحكم وكان والي المدينة المنورة وقال لا ندعه يدفن مع رسول الله أي يدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن بن علي في الحجرة فتنازع الحسين مع مروان بن الحكم وتدخل أبو هريرة قائلاً لمروان إنه سيد شباب أهل الجنة وهو من بيت النبوة فله الحق إلا أن مروان بن الحكم ظل على رأيه وكاد يتقاتلان فلما خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أبي وقاس وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمر على الحسين ألا يقاتل وقال له أبو هريرة أنشدك الله ووصية أخيك فإن القوم لن يدعوك حتى يكون بينكم دماء فتراجع وقتها الحسين رغم أحقية الحسن بالأمر وذلك حقناً للدماء وتنفيذاً للوصية وفي النهاية تم دفن الحسن في البقيع عند قبر فاطمة بن تأسد ولما توفي الحسن اجتمع أنصاره في الكوفة في دار سليمان بن صرد وكتبوا إلى الحسين بالتعزية وقالوا إن الله قد جعل فيك أعظم الخلف ممن مضى ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك المحزونة بحزنك المسرورة بسرورك المنتظرة لأمرك فأرسل الحسين إليهم رده قائلاً إني لأرجو أن يكون رأي أخي رحمه الله في الموادعة ورأيي في جهاد الظلمة رشداً وسداداً فألسقوا بالأرض واخفوا الشخص واكتموا الهوى واحترسوا من الإضاء مادام ابن هند حياً فإن يحدث به حدث وأنا حي يأتكم رأيي إن شاء الله أي أن الحسين رفض أن ينقض عهد أخيه الحسن مع معاوية حتى بعد وفاته حتى أنه استمر في الحفاظ على عهد أخيه مع معاوية طوال حياة معاوية وظل الوضع كذلك حتى وفاة معاوية في شهر رجب من عام ستين من الهجرة إلا أن معاوية حتى لا تخرج الخلافة من بيت الأمويين مرة أخرى جعل أهل الشام والمدينة يبايعون ابنه يزيد بالخلافة على الرغم من عدم كفاءة يزيد لتولي هذا المنصب العظيم والكبير وهذا الأمر كان السبب الأكبر في تطور الأحداث بعد وفاة معاوية واشتعال الفتنة مرة أخرى بشكل أكبر فقد كانت أكبر إلى المصيبة منها إلى الفتنة فلم يكن معاوية ليتوقع ما من الممكن أن يتسبب ولده يزيد في حدوثه ففي الوقت الذي استقرت فيه الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان كان الحسين يتردد إليه مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية إكراما زائدا ويرحب بهما بسعادة كبيرة ويعطيهما عطاءا جزيلا وقد أطلق لهما في يوم واحد مئتي ألف وقال خذاها وأنا ابن هند والله لا يعطيكماها أحد قبلي ولا بعد فقال الحسين والله لن تعطي أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلا أفضل منا ولما توفي الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه وقد كان في الجيش الذي غزى القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد في سنة 51 ولما أخذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين ممن امتنع من مبايعته هو عبد الله بن الزبير وعبد الله بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس ثم توفي عبد الرحمن بن أبي بكر وهو مصمم على عدم مبايعة يزيد بن معاوية بداية البيعة ليزيد بن معاوية أخذ يزيد بن معاوية مبايعة أهل الشام ثم كتب إلى الوليد بن عطبة والي المدينة المنورة أندعوا الناس فبايعهم وابدأ بوجوه قريش وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي فإن أمير المؤمنين عهد إلي في أمره الرفق به واستصلاحه كما طلب منه أيضا أن يأخذ البيعة من عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب فطلبهم الوليد للحضور عنده وهناك العديد من الروايات في هذا الأمر فمنها ما يؤكد على أن الحسين وابن الزبير تشاغل عنه وقال مصبحوا وننظروا ما يصنع الناس ثم رحل في جوف الليل إلى مكة بينما يذكر خليفة بن خياط أن الحسين وابن الزبير حضر عند الوليد ورفض مبايعة يزيد ثم توجه إلى مكة كل على حدة فطلبوهما في الصباح فلم يجدوهما فأرسل الوليد ثلاثين راكبا على إثرهما فلم يلحقوا بهم فقام مروان بن الحكم بمراسلة يزيد ليخبره بما حدث فعزل يزيد الوليد بن عطبة عن ولاية المدينة وولى عمر بن سعيد الأشدق وتمكن الحسين من الوصول إلى مكة حيث سكن في دار العباس بن عبد المطلب ولزم عبد الله بن الزبير المسجد الحرام وبدأ في جمع الناس ضد يزيد وبني أمية وقبل خروج الحسين إلى مكة ترك وصيته لأخيه محمد بن الحنفية حيث قال إن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وسلم وأسيرة أبي علي بن أبي طالب وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين عليهم السلام فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق ويحكم بيني وبينهم بالحق وهو خير الحاكمين وبعد أن ترك وصيته خرج بأهل بيته من النساء والأطفال وغيرهم وكانوا 82 فردا ولم يكن رفض الحسين لمبايعة يزيد رغبة منه في الولاية والخلافة وسعي منه إلى الملك بل كانت هناك العديد من الأسباب التي جعلته يتصدى بكامل قوته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لهذه الخلافة التي لم تصلح أحوال الدولة الإسلامية بل ستكون على العكس فيزيد لم يكن رجلا حكما ولم تكن أخلاقه كما عهد الحسين من أخلاق بيت النبوة والصحابة والخلفاء الراشدين فطريقة حياته كانت تسير على نهج مختلف تماما كما أن طريقة البيعة وكأن الدولة الإسلامية تأرث فبيعة يزيد بن معاوية لم تكن بالشورى كما تمت بيعة الخلفاء الراشدين وكذلك كان رأي عبد الرحمن بن أبي بكر حيث قال أهي رقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا من أهل بيته ومنها عدم وجود الأفضلية في يزيد وإن هناك من هو أفضل منه مثل الحسين وإلى جانب ذلك هو مخالفة وعدم التزام معاوية بشروط الحسن في الصلح والتي من ضمنها أن يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين وفي الوقت الذي علم فيه أهل الكوفة بخروج الحسين إلى مكة وبرفض مبايعة يزيد بدأوا في إرسال العديد من الرسائل إلى الحسين حيث كتبوا له إننا لا نصلي مع النعمان بن بشير والي الكوفة جمعة واحدة ولا نخرج معه إلا عيد فأقبل علينا فإن أقبلت أخرجنا النعمان إلى الشام وهذا الكتاب من سليمان بن صرد الخزاعي والمسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر الأسدي ثم بعد يومين أرسل شيعة الكوفة ثلاثة رسل حملوا معهم نحوا من ثلاث وخمسين صحيفة والصحيفة الواحدة من الرجل والاثنين والأربعة وربما أكثر ثم بعد يومين آخرين أرسلت رسالة مع هاني أبن هاني السويعي وسعيد بن عبد الله الحنفي جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم لحسين بن علي من شيعته المؤمنين والمسلمين أما بعد فحي هلا فإن الناس ينتظرونك ولا أرى لهم في غيرك فالعجل العجل والسلام عليك كما كتب بعض رجال الكوفة الآخرين مثل شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ويزيد بن الحارس بن يزيد بن رويم وعزرة بن قيس وعمر بن الحجاج الزبيدي ومحمد بن عمير التميمي أما بعد فقد أخضر الجناب وأينعت الثمار وطمط الجمام فإذا شئت فأقدم على جند لك مجند والسلام عليك وكانت كل هذه الرسائل تذهب إلى الحسين ولكنه لم يقم بالرد عليها إلى أن قام بإرسال رد عليها حيث أن رأى الرغبة الملحة لأهل الكوفة في حضوره ومبايعته وسأل الرسل عن أمر الناس وقام بكتابة رسالة قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين أما بعد فإن هانئا وسعدا قدم علي بكتبكم وكان آخر من قدم علي من رسلكم وقد فهمت كل الذي اكتصصتم وذكرتم ومقالة جلكم إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي وأمرته أن يكتب إلي بحالكم وأمركم ورأيكم فإن كتب إلي أنه قد أجمع رأي ملأكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وكما قرأت في قتبكم أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله فالعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقصد والذائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله والسلام وقد كان الرسول الحسين إلى الكوفة هو ابن عمه عقيل بن أبي طالب وكان ذلك حتى يتأكد الحسين من رغبة أهل الكوفة فهو لم تكن لديه النية في الخروج إلى الكوفة لولا العديد والعديد من الرسائل التي وصلت إليه منهم والتي تشير إلى نيتهم ورغبتهم الصادقة في توليته الأمر وأنهم لن يرضوا بيزيد ولن يعترفوا به فقام بإرسال ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأمره أن ينظر في أهل الكوفة وأن يستجلي حقيقة الأمر ويعطيه تفصيلا عن الوضع السائد في الكوفة فإن كان ما يقولون حقا قدم عليه فخرج مسلم بن عقيل بصحبة عبد الرحمن الأرحبي وقيس بن مسهر السيداوي وعمارة بن عبيد السلولي ولما وصل مسلم المدينة المنورة أخذ معه دليلين وفي الطريق إلى الكوفة تاهوا في البرية ومات أحد الدليلين عطشا وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه وذلك بسبب إحساسه لمدى الصعوبات التي تنتظره في الكوفة ولكن الحسين رفض طلبه وأمره بمواصلة المسير ولما وصل مسلم إلى الكوفة نزل عند المختار بن أبي عبيد الثقافي في أول قدومه فلما جاء عبيد الله بن زياد وتولى إمارة الكوفة وأخذ يشدد على الناس انتقل مسلم عند هانئ بن عروة ولما بدأ الشك يساور بن زياد من هانئ بن عروة انتقل مسلم بن عقيل أخيرا عند مسلم بن عوسجة الأسدي ولما بلغ أهل الكوفة قدوم مسلم بن عقيل قدموا إليه فبايعه 12 ألفا وتذكر بعض الروايات أن عدد المبايعين أكثر من 30 ألفا وتمت المبايعة بصورة سرية وبحرص شديد ولما تأكد لمسلم بن عقيل رغبة أهل الكوفة في الحسين وقدومه إليهم كتب إلى الحسين قائلا أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله إن جميع أهل الكوفة معك فأقبل حين تنظر في كتابي ولما وصل كتاب مسلم إلى الحسين وتحقيقا لوعده بالقدوم إلى الكوفة بعد أن يتبين من أهلها تجهز الحسين وعزم على المضي إلى الكوفة بأهله وخاصته إلا أنه كان هناك عدد من أبناء الصحابة والتابعين يعارضون خروج الحسين إلى الكوفة خوفا عليه فالعديد من أهل مكة قاموا بحث الحسين على عدم الخروج إلى الكوفة لعدم ثقتهم في نوايا أهل العراق وأجمعوا على أن أهل الكوفة قوم غدر ولخوفهم من مقتل الحسين أشار عليه ذو الرأي منهم والمحبين له بعدم الخروج إلى العراق وأمروه بالمقام بمكة وذكروه بما جرى لأبيه وأخيه معهم وكان أول من نصحه بعدم الخروج أخوه محمد بن الحنفية حيث قدم عليه وقال يا أخي أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك تنحى بتبعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت ثم أبعث برسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فإن بايع لك حمدت الله على ذلك وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ولا يذهب به مرؤتك ولا فضلك إني أخاف أن تدخل مصرا من هذه الأمصار وتأتي جماعة من الناس فيختلفون بينهم فمنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسنة فقال له الحسين يا أخي قد نصحت فأشفقت وأرجو أن يكون رأيك سديدا وكان عبد الله بن عباس هو الآخر ممن رفض خروج الحسين إلى الكوفة فلما بلغه خبر عزمه على ذلك ذهب إليه وقال يا ابن عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق فبين لي ما أنت صانع فقال له الحسين قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله فقال له بن عباس أخبرني إن كان عدوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إليهم وإن كان أميرهم حيا وهو مقيم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم فإنهم إنما دعوك للفتنة والكتال ولا آمن عليك أن يستفز عليك الناس ويقلب قلوبهم عليك فيكون الذي دعوك أشد الناس عليك فقال الحسين له إني أستخير الله وأنظر ما يكون وجاء ابن عباس إلى الحسين من الغد فقال يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر وإني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم أقم في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقدم عليهم وإلا فسر إلى اليمن فإن به حصونا وشعابا ولأبيك به شيعة وكن عن الناس بمعزل واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم فإني أرجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب فقال الحسين يا ابن عم والله إني لأعلم أنك ناصح شفيق ولكني قد أزمعت المسير فقال له فإن كنت ولابد سائر فلا تسر بأولادك ونسائك فوالله إني لخائف أن تقتلك ما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه فوالله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس أطعتني وأقمت لفعلت ذلك وبالفعل صار الحسين بمن وافق أن يأتي معه من أهل مكة ومعه كافة أهل بيته بعد أن أعد العدة وخرج في اليوم الثامن من ذي الحجة من العام الستين من الهجرة وقد وصل إلى يزيد بن معاوية خبر خروج الحسين وتوجهه إلى الكوفة وفي تلك الأثناء كانت الأحداث تتسارع وذلك بعدما أخذ شيعة الكوفة يتوافدون على مسلم بن عقيل ويبايعونه وعندما أحس النعمان بن بشير وللكوفة بخطورة الوضع قام فخطب بالناس ونصح الناس بعدم المسارعة إلى الفتنة والفرقة وقال إني لم أقتل من يقاتلني ولا أثب على من لا يثب علي لا أشاتمكم ولا أتحرش بكم ولا أخذ بالقرف ولا الظنة والتهمة ولكن إن أبديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيف ما ثبت قائمه في يدي ولو لم يكن لي منكم ناصر أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر من يريده الباطل وقد كان النعمان رجلا مسالما فكان يتورع عن استعمال الشدة وسفك الدماء وصلت هذه الأخبار إلى يزيد بن معاوية ولم تعجبه سياسة النعمان التي تبتعد عن الشدة والقصوة فعزله عن ولاية الكوفة وعين بدله عبيد الله بن زياد وكتب إليه للنشيعة من أهل الكوفة كتبوا إلي يخبرونني أن ابن عقيل بالكوفة يجمع الجموع ليشق عصى المسلمين فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل تطلب الخرزة حتى تطقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه من البلاد والسلام ولما وصل الكتاب إلى بن زياد تهيأ وسار فورا إلى الكوفة فلما نزل في القصر نودي الصلاة جامعة فاجتمع الناس وخرج إليهم ثم خطبهم ووعد من أطاع منهم خيرا وتوعد من خالف بالشر وكان مسلم بن عقيل قد جمع حوله في ذلك الوقت الكثير من أهل الكوفة وعندما أوقع ابن زياد بهاني ابن عروة أخذ مسلم أربعة آلاف من الجند وحاصر قصر ابن زياد وكان عنده وقتها أمراء الكوفة فقام ابن زياد بتعبئتهم ضد مسلم وأخذ يخوفهم بجيش الشام فصار أمراء الكوفة يغذلون الناس عن مسلم بن عقيل فتأتي المرأة إلى ولدها وتأخذه ويأتي الرجل إلى أخيه ويأخذه ويأتي أمير القبيلة فينهى الناس عنه حتى لم يتبقى معه إلا ثلاثون رجلا من أربعة آلاف وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده ذهب كل الناس عنه وبقي وحيدا يمشي في طرقات الكوفة لا يدري أين يذهب فدخل إلى المسجد وكان ابن زياد في ذلك قد بعث جنده خلف مسلم ليقوم بتفتيش المنازل والطرقات فسمع مسلم بالأمر فخرج إليهم بسيفه وجعل يضرب فيهم يمينا وشمالا حتى أثخن بالجراح فازدحموا عليه كتافا وقام محمد بن الأشعة بالقبض عليه وأخذه إلى عبيد بن زياد حيث أخبره أنه سيقتل وعندما أحس بحزمه خشى على الحسين بن علي الذي كان في طريقه إلى الكوفة وطلب منه أن يوصي فنظر مسلم في جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقاص فدعاه إلى ناحية القصر وطلب منه أن يبعث إلى الحسين فقال يا عمر إن حسين قدم ومعه تسعون إنسانا بين رجل وامرأة في الطريق إلى الكوفة فاكتب إليه بما أصابني وقال مسلم بن عقيل كلمته التي حفرت في تاريخ العهود ونقدها ارجع بأهلك ولا يغر أنك أهل الكوفة فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأيه وطلب منه أن يدفن جثته ويقضي عنه دينه ثم أمر ابن زياد به فقتل وقتل كذلك هاني بن عروة وأصلبه في الصوق واثنين من مناصر مسلم وأصلبهما كذلك في الصوق وفي الوقت الذي كان الحسين على مشارف الوصول إلى الكوفة كان عبيد الله بن زياد بعث الحسين بن نمير السكوني صاحب الشرطة حتى نزل القادسية ونظم الخيل بين القادسية إلى خافان وما بين القادسية إلى القطاقتانة حتى يحاصر الحسين ولما أشرف الحسين على الوصول بعث قيس بن مسهر الصيداوي ويقال بل بعث عبد الله بن بقتر إلى أهل الكوفة وحتى ذلك الوقت لم يكن يعلم بمقتل مسلم بن عقيل فوقع رسول الحسين بيد الحصين بن نمير فأرسله إلى عبيد الله بن زياد فقتله ولما بلغ الحسين إحدى المدن القريبة من الكوفة جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن بقتر وعلم بخيانة وخذلان أهل الكوفة له فقام فخطب في أتباعه وقال إنه قد أتانا خبر فضيع قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقتر وقد خذ لنا شيعتنا فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف غير حرج عليه ذمان فتفرق الناس عنه وأخذوا يمينا وشمالا وبقي معه فقط أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة ونفر قليل وقال له بعض أصحابه ننشدك الله إلا رجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف عليك أن يكون عليك فوثب بن عقيل وقالوا والله لا نبرح حتى يدرك ثأرنا أو نذوك كما ذاق مسلم فقال الحسين لا خير في العيش بعد هؤلاء فقال له بعض أصحابه إنك والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع وكان لا يمر بماء إلا أتبعه من على هذا الماء لما وصل الحسين كربلاء لقي عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوش والحسين بن تميم في جيش مكون من أربعة آلاف مقاتل وكانت وجهة هذا الجيش في الأصل إلى الري حيث كان عمر بن سعد أميرا على الري لكن ابن زياد أمره أن يتوجه لملاقات الحسين في كربلاء في المنطقة التي يطلق عليها الطف إلا أن عمر بن سعد كره الخروج للحسين وطلب من ابن زياد أن يعفيه من ذلك لكن ابن زياد هدده بعزله وهدم داره ودرب عنقه إن لم يفعل فتوجه عمر بن سعد إلى الحسين وعندما وصل الحسين إلى كربلاء قال لرجاله انزلوا فيها هنا هنا محط رحالنا وسفك دمائنا ومقتل رجالنا وكان ذلك في الثاني من محرم ولما وصل خبر وصول الحسين إلى كربلاء إلى عبيد الله بن زياد فكتب ابن يزيد إلى الحسين رسالة قال فيها إن يزيد بن معاوية قد كتب إلي أن لا تغمض جفنك من المنام وأن لا تشبع بطنك من الطعام وأن يرجع الحسين على حكم أو تقتله ولما قرأ الحسين رمى به وقال لا أفلح قوم آثر مرضات أنفسهم على مرضات الخالق ولما أتاه بيّن له الحسين أنه لم يأتي إلى الكوفة إلا بطلب من أهلها ومعه كتب أهل الكوفة وأسماء المبايعين له وفي ذلك الوقت بدأ عبيد الله بن زياد في حث الناس على الالتحاق بالجيش من خلال تخويفهم إما بالقتل أو غيره حتى إن الدوريات كانت تسير في طرقات الكوفة فإذا وجدوا رجالا لم يلتحقوا بالجيش أخذوهم فضموهم عنوة فهناك من خرج إلى حرب الحسين طائعا ومنهم من صيق إلى الحرب بالسلاسل حتى تمكن عبيد الله بن زياد من حشد جيش كبير كما أن ابن زياد قد طلب من عمر بن سعد بن العاص أن يحول بين الحسين وبين الماء فلا يذوق الحسين ومن معه قطرة من الماء حيث نزل ابن سعد ومعه خمسمائة رجل وحالوا بين الحسين ومن معه وبين الماء وكان ذلك في السابع من محرم وفي خلال تلك الفترة دارت العديد من المحاورات بين ابن سعد والحسين بن علي حتى كتب ابن سعد إلى عبيد الله بن زياد وقال له إن الحسين قد عرض عليه اختر واحدة من ثلاث إما أن تدعوني فألتحق بالثغور أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد بن معاوية فيضع يده في يدي فيرى فيما بينه وبين رأيه وفي هذا لك رضا وللأمة صلاح وإما أن تدعوني فأذهب من حيث جئ ولما قرأ ابن زياد الرسالة قال والله إن هذا كتاب ناصح لأميره مشفق على قومه وعندها قام شمر بن ذو الجوشا فقال أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالعزة ولتكونن أنت أولى بالضعف والعجز ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة وإن عفوت كان ذلك لك فوافق ابن زياد على كلامه وقال له اخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن سعد وقل له أن يعرض على الحسين النزول على حكمه فإذا فعلوا ذلك فليبعث بهم إلي سلما وإن أبوا ذلك فليقاتلهم فإن سمع ذلك فاسمع له وأطع وإن أبى بن سعد فأنت أمير الجيش فاضرب عنقه وبعث لي برأسه كما كتب ابن زياد إلى بن سعد أني لم أبعثك إلى الحسين لتكون له ناصحا أو لتكف عنه ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتكون له عندي شافعا فانظر فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إلي وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقاتلهم وامثل بهم فإنهم لذلك مستحقون فإن قتلت الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره ولست أرى أن هذا يضر بعد الموت شيئا وإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع وإن أبيت فاعتزل عملا وجندنا وخلي بين شمر ذي الجوشان وبين المعسكر فإنا قد أمرناه بأمرنا وفي اليوم التاسع من محرم وصل الشمر بن ذي الجوشان إلى كربلاء وأسلم الكتاب إلى ابن سعد ولما قرأه ابن سعد قال لا قرب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي والله إني لأظنك أنت الذي نهيته إن يقبل ما بعث به الحسين إليه وأفسدت علينا أمرنا كنا قد رجونا الله أنه يصلح والله إن الحسين لا يستسلم إن نفسه أبية لبين جنبيه وفي اليوم التالي قام عمر بن سعد بتعبئة جنده وفرسانه ووضع على ميمنة الجيش عمر بن الحجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوشان وعلى الخيل عروة بن قيس وقد كانت قوات الحسين تتألف من 32 فارسا وأربعون رجلا وقد أعطى الحسين رايته أخيه العباس بن علي وفي هذا الوقت كانت قد مرت عدة أيام على منع الماء على الحسين ومن معه وبعدها رفض الحسين الاستسلام فهو لم يكن آتيا من البداية للكتال وليس الاستسلام شيمة الكرام وبدأ جيش عمر بن سعد بالكتال وأصحاب الحسين يدافعون عنه وحمل عمر بن الحجاج الزبيدي على ميمنة أصحاب الحسين في من كان معه من أهل الكوفة فلما دنى من الحسين جثوا له على الركب وأشرعوا الرماح نحوهم فلما تقدم خيلهم على الرماح فذهبت الخيل لترجع فرشقهم أصحاب الحسين بالنبل فصرعوا منهم رجالا وجرحوا منهم آخرين ثم حمل عمر بن الحجاج في أصحابه على الحسين من ناحية الفراط فالطربوا واستمر القتال ساعة من النهار ولما انجل النهار كان هناك خمسون صريعا من أصحاب الحسين واستمرت رحى الحرب تدور في ميدان كربلاء والجرحى والقتل من أصحاب الحسين يتساقطون واحدا تلو الآخر فقد كان أخيه العباس بن علي يدافع عنه بكل ما أوتي من قوة ويرمي بنفسه أمام السهام والنبال ثم قاموا بحرق خيام الحسين وأصحابه فقام من بقي من جيش الحسين ينازلون قوات عمر بن سعد فقام أبناء الحسين علي الأكبر وإخوته عبد الله وعثمان وجعفر ومحمد وابن أخيه الحسن أبو بكر وفي اللحظات الأخيرة من المعركة ركب الحسين جواده وأخوه العباس يتقدمه وهو يحمل اللواء وقد ذهب إلى نهر الفراط لكي يأخذ بعضا من الماء إلى الحسين وأصحابه ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى الماء فسرعان ما سقط صريعا بعد أن أمطروه بالسهام وبقى الحسين وحده في ساحة المعركة وقد أصيب بسهم في نحره وكان الجنود يخشون قتله فيأبون بذنب كبير حتى إن ابن ذي الجوشن قد صاح في الجنود حتى أمطروا جسد الحسين بالسهام وأقام هو بفصل رأس الحسين عن جسده ثم جعل خيلا تسمى بخيل الأعوجي تمشي على جسد الحسين ذهابا وإيابا وقد حدثت هذه المصيبة الكبرى في يوم الجمعة العاشر من محرم من العام الواحد والستين من الهجرة لتكون ذكرى شنعاء في صحيفة خلافة يزيد بن معاوية ولكن رغم ذلك لقد بقي علي بن الحسين على قيد الحياة ليحفظ مثل أبيه مصير قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه قتل عبيد الله بن زياد على يد إبراهيم الأشتر النخاعي سنة سبعة وستين هجريا حيث خرج من الكوفة قاصدا ابن زياد في أرض الموصل فباغت بن الأشتر جيش بن زياد وأخذ يحرد جنده قائلا هذا قاتل بن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم الله به وأمكنكم الله به اليوم فعليكم به فإنه قد فعل في بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفعله فرعون في بني إسرائيل وقتل أغلب المشاركين في قتل الحسين على يد المختار بن عبيد الله الثقافي أثناء ثورته فقتل شمر بن ذي الجوشا وسنان بن أنس على يد كيان أبو عمرا قائد شرطة المختار توفي الحسين وهو له من العمر ست وخمسون عاما ولم يتبقى إلا القليل من أهل بيته وتقول بعض الروايات أن نساء بيته قد سيقوا سبايا إلا أن يزيد قد أقرمهن وعاملهن معاملة حسنة وأعادهن إلى المدينة المنورة وعلى الرغم من كافة الأقاويل عن حادثة مقتل الحسين ورغبة يزيد في قتله أو أنه لم يأمر بقتله فالأقاويل في هذا الصدد كثيرا حيث أنه في بعض الروايات عندما بعث إليه ابن زياد يخبره عن مقتل الحسين بكى وقال قد كنت أرضى من طاعتكم بدون مقتل الحسين لعن الله بن مرجانة أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه ورحم الله الحسين لقد كان الحسين هو أشبه أبناء فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الشهيد الذي دافع عن الحق ومبادئ وأخلاق الإسلام ولم يبغي على أحد ولم يقصد ثورة ولا انقلابا بل كان يبغي الإصلاح والأمر بالمعروف لعن الله قاتله ومن أعان على قتله وقتل أصحابه رحم الله الحسين بن علي رحمة واسعة اشتركوا في القناة